اشتركوا في القناة تتطلب التزاما بجميع الإجراءات الاحترازية وبد التأكيد على أن ما توليه مملكة البحرين من اهتمام على صحة العاملين الصحيين لا يقل عن اهتمامها بصحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين في مملكتنا الغالية وفي هذا المقام يسعدني أن أتقدم بالشكر يسمونه ولي العهد حفظه الله على جهوده المستمرة وتوجيهاته بإعطاء الأولوية لاستخدام اللقاح بطريقة اختيارية لأبطال الصفوف الأمامية الموجودين والذين يتعاملون مع جميع الحالات لكورونا وهذا يأتي من منطلق اهتمام بسلامة وصحة العاملين ولحمايتهم من جميع المخاطر التي يواجهونها في مواقعهم المختلفة في التعامل مع هذه الحالات وأحب أن أؤكد في هذه المرحلة من التزام بجميع الاحترازات الوقائية التي بدأنا بها رحلتنا من شهر فبراير لتقليل عدد الحالات وعدم الإصابة بها الالتزام بلبس الكمامات وخصوصا بعد الرجوع من مناطق العمل ويكون التعامل فقط في محيط الأسرة الواحدة تقليل من التجمعات بغض النظر عن نوعيتها والالتزام بجميع إجراءات الاحترازية سواء كانت في التجمعات في مناطق العمل وحتى في نطاق الأسرة مهم الالتزام بهذه الإجراءات والحد من التواصل الاجتماعي لتقليل الحالات إلى أكبر عدد ممكن حتى نستمر ونستطيع القضاء على هذه الجائحة بأسرع وقت ممكن نركز على لبس الكمامات خصوصا في حالة خروجنا من المنزل الالتزام بخروج من المنزل في الحالات الضرورية وخصوصا في مرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية وفي مجال فتح جميع أنواع الأنشطة يجب الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية يجب البدء بأنفسنا ومن ثم في محيط أسرتنا ومن ثم في نطاق ومجال العمل وفي محيط العائلة الأكبر هذه الالتزامات تكون في نصب عيننا في جميع الأوقات والالتزام بها في جميع الأوقات